قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولي بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إن أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء أبنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله ناخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون واضطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء أمورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء كن عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هني أم بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور نعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تاثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقينا أعذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزاء إن ربك أم هم المزيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء إساققا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء أولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بيعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مروة فاستوي وهو بالأفق العلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أودني فأوحي إلى عبدهما أوحي ما كذب الفؤاد ماري أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخري عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعزي ومنات الثالثة الأخري ألكم الذكر وله الونفي تلك إذا قسمة ضيذي إن هي إلا أسماء قل سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جئهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة ولولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملاء إكتة تسمية الونفي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتديه ولله ما في السماوات وما في الأرض أرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا إثموا الفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفر هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أدنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكذي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء ألوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات واحيي وأنه خلق الزوجين الذكر ولنسي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادن الأولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفك تأهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسددوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواههم وكل أمر مستقر ولقد جئهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء إنكم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء إن منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء أن لمن كان كفر ولقد دركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِرْ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْطَعِرْ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُمْ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ نَشِرْ سَتَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ لَشِرْ إِنَّا مُؤْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطِي فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْ آنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرْ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُونَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَصَّبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْ آنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ جِينَ أَآلَ فِرْعَوْنَ النُذُرْ كذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرْ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَامَرْ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ إِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّا الْمُتْلَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن عَلَّمَ الْقُرَانِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ أَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ لَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُلْعَصْرِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشِئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَلَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقِي وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالِإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفجوا من أقطار السماوات والأرض فانفجوا لا تنفجون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْأَلُ عَنْ ذنبه إِنْسٌ وَلَا تَنْتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِيهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَلَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خيف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا أم بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشَمِهِ أَصْحَابُ الْمَشَمِهِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ وَالْمُقَرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّةٌ مِنَ الَوَلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْطُونِهِ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولبان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء أم بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ في سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَا إِنْ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وَفُرُشٍ مَرْفُوَعَةٍ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا اتْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّن يَحْمُوْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاءُنَ لَهُولُونَ قُلْ إِنَّا أَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٌ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ المُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولي فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَغَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لو نشاء أُجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويمين وهو على كل شيء إن قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء إن عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأرض يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرأف رحيم وما لكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورا أكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا ورا أكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وحتى جاء أأمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم آيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرو سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدك للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالدخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغى أرضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء إن من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم